من تونس جارة الجزائر حيث انتشر خبر دشاراً كبيراً هذا الأسبوع على ملاقع التواصل الاجتماعي وهو جذر بشأن خبر رائج ومفاده أن مجموعة من الحمائم أدت على 30 ألف قمتاراً من القمح المخزن النائب في البرلمان التونسي فايصل التبيني علق على الموضوع عبر فيديو نستمع إليه يا سيدي باش نحكي لكم على التقرير لحمان في تونس 30 ألف ترناتا جمح اي تقرير تعمل إدارة تونسية وتعرف باش يتعد على هياكل ولا محكمة محاسبات وعلى وزارات وعلى قطب قضاء مالي وباش يتعد على هياكل وباش يترشرف الريد الرسمي وباش تصح عليه مسؤولين ويقول لك يا ملاي هاي نحن معلش خافهم الفساد نحن بالتقرير ده أصبحنا فعلاً دولة الفساد الشامل والداني لم يكن هذا البرلماني وحده الغاضب من هذا الموضوع فقد كذلك هناك العديد من روايد المواقع التواصل الاجتماعي في تونس كانوا غذبين هذا الخبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر سورة الدعا فيها المدونون أنها لرئيس لجنة التحقيق فريدة العبيد تقول على فيسبوك يقال أن هذا المحقق العبقري صحبة فريق مختص في هكذا تحقيقات قد توصل إلى أن 30 ألف قنطار المفقودة من مخازن الدولة في محصول القمح قد أكله الحمام أما رافع فيقول اضحكوا بشوية بالهجة التونسية الحمد لله بعد ثلاثة أشهر من التحقيقات في اختفاء 30 قنطار قمح انتهى البحث والتحقيق قال لهم أكله الحمام ما صحت أو حققت هذا الخبر يعني الخبر صحيح فعلا هناك كمية كبيرة من القمح قد اختفت ولكن ليست في تونس بل في الجزائر المجاورة وتحديدا في منطقة جانما بحسب الصحافة الجزائرية لكن الصحافة الجزائرية لم تذكر سبب اختفاء هذه الكمية الكبيرة بل قالت فقط أن هناك كمية كبيرة من القمح قد اختفت ولم تذكر لا الحمام ولا غير الحمام الذي قد تسبب في إطلاف أو فقدان هكذا كمية وربما يكون أسبب آدمي وليس حمامي